اول سؤال وصلنا سؤال وصلنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسره بيقول السؤال اعمل ايه دوت ممكن يكون بيه معنين انا هجاوب على المعنين المعنى الاولاني اعمل ايه اللي انا بعمله دوت حلال ولا حرام فده لي معنى اعمل ايه ان انا اوفر احتياجي ده اللي هو شايفه مش مهم نجاوب على السؤال الاولاني اول شيء احنا عندنا امور مهمة جدا 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 ان النافقة بتكون محددة من جانبين الجانب الاولاني نفقة اللي فيها استطاعة الزوق فيه اتجاهين في تحديد معنا النفق اتجاهين دولا موجودين حتى في ماذا بسادة الحنفية هو بنحدد النفقة بناء على ما يستطيعه الزوق الحاجة التانية ان احنا بنراعي بعض كمان المستوى الاجتماعي اللي بيكون مناسب للأسرة فاحنا عندنا البعدين دولا بنراعيهم يعني الزوق لو انه موسر وايه اللي حاصل عليه انه هو يعيش بيته في نفس المستوى الاجتماعي اللي بيعيش فيه اقرنهم يعني لو البيت دوت امثاله من البيوت هو عنده مثلا بياخد خمسين والبيوت اللي في امثاله بتنفق تلاتين اربعين خمسة وتلاتين يبقى هو لازم يوفر للبيت المبلغ ده لانه هو قادر على ده لان الباقي عيكف نفقته الشخصية بس كمان هو لازم ينفق على هذا البيت طيب لا هو مش قادر على هذا اذا لا هو البيت بياخد تلاتين وهو بياخد خمسة وعشرين بياخد عشرين هيعطي للبيت اللي هو في سعته طيب الحالة اللي عندنا دي انطبق عليها نفس القاعدتين دولا لان الله سبحانه وتعالى يقول لينفق ذو سعة من سعة يبقى تلحد ان الانسان بينفق بما يستطيع الحد الاولاني السورة الاولانية ان زوج حضرتك يكون بيقبض اكتر مما يعطيك اياه وانتو مستواكم الاجتماعي يحتاج الى مال اكتر مما يعطيك اياه فساعتها هيبيجي حديث رسول الله سلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف يبقى عندنا ضابطين الضابط الاولاني ان هو يكون موسر عنده فلوس زيادة وانتي يكون هناك احتياجات هو لا يعطيك ما يكفيك فستأخذي من المال ما يكفي لاحتياجاتك انتي واولادك بس لا تزود مليم وانا نزود عنده ده بعد ايه بعد ما نطلب منه ان هو يزود لنا فلوسنا فما يرضاش طيب لا ده هو بيديني المناسب وانا محتاجة شيء من مزيد من الجمال مزيد من الطرف انا محتاجاه بس ده اكتر من الفلوس يبقى مش هناخد من الفلوس لو كان ده ازيد مما يأخذه المثيلات يبقى خلاص مش هناخد من الفلوس حتى ولو كان موسرا وهو يعطيني ما مثل ما يكفي حاجتي لا انا عايز اعمل حاجة كده فيها نوع من انواع الترف لا مش هناخد الاشياء اللي فيها ترف منه من غير اذنه لازم الاشياء اللي فيها ترف لازم ناخذها باذنه طيب يبقى خلصنا الحالتين فيما اذا كان هو موسر وعنده فلوس فائضة واحنا لو كان ده من الاحتياجات هناخد ما يسد هذه الاحتياجات احتياجات يعني ايه حتى لو كان الاحتياجات دي ما يكون بالنسبة لغيرنا دوت من الطرف لكن هو بالنسبة للمستواني الاجتماعي ده من الاحتياجات طيب الزيادة عن كده بقى اللي هو الزيادة عن ما ينفقه الاسر الاخرى لا مش هناخده منه طيب لا هو بيعطينا بزيادة فانا مش هاخد منه غير باذنه اذا كان بيعطيني بزيادة يبقى انا مش هاخد منه غير باذنه لان كان الذي يجوز لي ان ااخذ هو الاحتياج يبقى لان ايه لان الحاجة تقدروا بقدرها طيب انا باخد ما يتساوى مع الحاجة انا عايز بقى شوية طرف لا بده هو بديني ما يتساوى مع حاجتي ما ااخدش من غير اذن طيب خلاص دي الحلقة لا هو بقى ما عندوش فهو سيعطيني ما يستطيع سيعطيني ما يستطيع فلو اخذت منه مثلا انعيه عنده اموال عهدة عنده اموال دي اللي بيقض بيها بقيت الشهر عشان يقدر يروحي يكتسب وياخد فيه لا يا جزء دي انا ااخد منه لان كده انا بأفسد الاسرة ارجو ان انا كن وضحت لحضرتك الجزء دوت الجزء التاني بقى طب انا بقى عايزة اوسع على نفسي شوية وهو مش بيديني انا عايزة اوسع على نفسي شوية وهو مش بيديني اعمل ايه نصحت لحضرتك اجلسي معاه اجلسي معاه وفهمي ان دوت بيعود بالخير والبركة على الاسرة كلها لكن لا تأخذي شيء انت عايزة تروحي به على نفسك او عايزة تدخل السرع على نفسك من غير ما هو يكون آذر لحضرتك اذا كان هو لا يستطيع او كان يعطيكي ما يكفيكي عايزة تزودي شوية عشان اعمله مدخرات عشان اي حاجة لازم تتفق معاه وتقنعيه بهذه الفكرة وده جزء من الحياة الاسرية ان انا لو عندي فكرة ادخار او عندي فكرة ان انا محتاجة شوية ادلل نفسي لازم الكلام ده يكون مع الزوج لو ان انا عملت ده بدون علمه او من وراء ده يفسد العلاقة اذا علم لان ده بيحسسه ان انت حريصة على نفسك وان ده في قدر من الانانية بدون مراعاة لخصوصية ان المال ده هو اعطاكي ما يكفيكي فاذا اخست اكثر من ما يكفيكي فهو يعتبر ان ده نوع من انواع الانانية ونوع من انواع عدم احترامه وانوع من انواع عدم تقديره يبقى الحالة هو ايه ان انت تحاول تقنعيه طب اذا ما اقتنعش مش كل واحد كل ما بيفكر في حاجة وكل ما بيتمنى حاجة لازم يعملها او كل ما اشتريته او كل ما اشتهيتم اشتريته يبقى كده انا وضعت حدود لحضرتك في المسألة كلها وارجو ان يكون دهات واضح لحضرتك